المغاربة بإكبار وعرفتها المملكة المغربية خلال النصف الثاني من القرن العشرين وأثر بشخصيته وحكمته وبنظرته الثقبة في الأحداث العالمية الكبرى وخاصة تلك المتعلقة بالعالم العربي تاريخ التاسع ربيع الثاني ألف وأربعمائة وعشرين الموافق للثالث والعشرين يوليوز تسعة وتسعين تسعمائة وألف شكل يوما حزينا للمغاربة قاطبة بعد توديع ملك عاش تحت قيادته لمدة ثمانية وثلاثين سنة قام خلالها بمجهودات جبارة جعلت المغرب من أهم الدول أقليمياً ودولياً وجعلت الشعب المغربي فخوراً بالانتماء لهذا الوطن بالإضافة إلى أن حنكته السياسية التي جعلته الرجل الأبرز والأهم عربياً مكنته من الدفاع عن العدل والسلام قبل واحد وعشرين سنة خرج ملايين المغاربة للشارع بمختلف ربوع المملكة للتعبير عن حزنهم وصدمتهم الكبيرة بفقدان الحسن الثاني وقد عكست مراسيم التشيع المهيبة وغير المسبوقة لجنازته بالرباط العلاقة القوية التي جمعت الملك الراحل بالشعب المغربي الذي قرر توديعه وتجديد العهد بالوفاء للأسرة العلوية الشريفة والتعبير عن استعدادهم للوقوف وراء الملك محمد السادس لقد حقق الملك الراحل الحسن الثاني الوحدة الترابية للمملكة المغربية من خلال فكرة وصفها العالم بالعبقرية ويتعلق الأمر بالمسيرة الخضراء التي حققت هدفها باستجابة المغاربة لصوت الحسن بالإضافة إلى قيامه بتثبيت ركائز دولة المؤسسات والحق والقانون وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ورياضية من خلال القيام بالعديد من الإصلاحات والأوراش الكبرى ما جعل المملكة بلداً عصرياً يحتل موقعاً متميزاً على الساحة الدولية نظراً لمساهمتها في إرساء السلم والأمان اليوم يخلد المغاربة ذكر وفاة الملك الراحل الحسن الثاني للتعبير كذلك عن حبهم للملك محمد السادس ووقوفهم وراء الأوراش الكبرى التي أطلقها منذ اعتلائه العرش والتي مكنت هي الأخرى من تحديث المملكة وتحقيق النهضة في مختلف القطاعات وكذلك بالتزامن مع التطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية بعدما حاصر المغرب خصومه وتسبب في تآكل أعداء الوحدة الترابية من الداخل إثر التدخل السلمي الأخير للقوات المسلحة الملكية المغربية في الجرقرات والذي مكن من تأمين المعبر وإعادة الحركة للأشخاص والبضائع وسط إشادة ودعم عربي ودعم من مختلف دول العالم الكبرى لتتأكد من جديد عدالة قضيته ووجاهة طرح المغرب المتمثل في الحكم الذاتي كقاعدة وجهة لحل قضية الصحراء المغربية